يا نورنال تكلمنا قبل شوية عن حفلة وتفاصيله وصار هلأ الوقت انه نحكي عن اطلالة النجمات طبعا معناك العادة الامج كونسلتنت ميمي رعد هاي ميمي لح تحكي لنا عن كل شي شفنا على الريد كاربيت وكمان بالبرفورمانسز صح هو من احلى الشغلات لنقعد نتفرج على الريد كاربيت صراحة نحن البنات خرام بدنا بوب كورن كانوا بنحضر موفي ابدا لازم نفكر فيها هيدا الجلس نعملها طيب خلينا نبدأ مع جينيفر لوبيز اللي شفناها كانت لابسة من جورج شقرة ونسأت معه بلاك اكسسيريز وكمان كانت حاطة ميكب سموكي هي هيدا العالمة دايما بتحط هالنوع من الميكب وكتير حلو شعرة الفستان اختيار رائع علما انه بركي مك انا كنت اخترت لون تاني لا لا لون بشرتها بس كله على بعضه ياي بقوة يعني بين الميكب الفستان صراحة كتير تير حلو بس في عندي مأخذ انه صارت شوية عم بتعيد حالة بهالنوع من الفستين يعني كيفية ممكن تكون باطلالة غير اللي عنه خاصة هي دايما عند اطلالاتها ناشحة فكيفية تغير لكن ياي طبعا ميمي هذه الاطلالة اللي تكلمتي عنها هي وحدة انا شفتها من احلى الاطلالات كانت لجيلو كانت لابسة سوت متالك اشرايك بهالاطلالة يعني هلأ كتا عم بقلك لأ انا الهايدي طلعت هيك قلت هاي هي خلص انه ما بق بدي شوف شي تاني صراحة البدلة قصتها اوبر سايز صح متل ما داريش والقصة البنطالون كتير ناشحة لجسمة يعني كلها على بعض رائعة رائعة رائعني هايدي مش ياي هايدي ياي 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 من افضل اللوكات عندي كمان هايدي ياي للسيزن اللي جاد اي رائعني اكتب معي اوكي ميمي خلينا نتكلم عن تيلر سوفت الكل قاعد يتكلم عنها بالتروفيز اللي فازتهم بس اللوك حقها كان رهيب يعني ات متاليك ميرد درس مع ثاي هاي بوتس من بالماء لكي ممكن الناس مثلا يلي ما كتير بحوالة تيلر سوفت قوله انه هاي ديسكو بول مستعفو شو ما فرقاني معي انا بإلا ياي قديقلة ياي ياي قبل على جيلو يعني كمان هاي الإطلالة من أروع الإطلالات على الريد كاربت تحسي تسويتها هي بتعرف عن جد تعرف شو تلبس على الريد كاربت وكيف مصففة شعرة مع الغرة والرفعة من وراء كتير مناسب لإلا والفوكل بوينت على الوبردني بوتس مع الفستان وهال يعني انا بقول كسارة الدنيا هلأ رح نحكي عن كاردي بي اللي ظهرت بلوك مختلف تماما عن جيلو وعن كمان تيلر سوفت شفناها لبسة فستان فلورل هيوج مع هيوج هيد بيس ونسأت معاهم بيج جولد إيرينج شو رأيك انا شايفاكي مش مبسوطة من اللوك تذكري بالزمانات مرة قلتلك عن حدا كان حديقة متنقلة مع حديقة كم تعطيها من واحد للصفر لا شوفي خد راحتك لأنه هادي انترناشنل ما هتسمعنا ولا هتزعال حديقة ننقلة كم تعطيها من واحد للصفر لا 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 خلينا يا يوناي خلينا يا يوناي بس ما بعرف إذا هي لأنه إذا منشوف بالبرفورمانس كمانا كانت لابسة فستان ملون وبوتيز ملونين يعني بركي هي حتى هالصورة براسة بدا شي كان اطلالات متكاملة لقالي أكيد ناي يحاول تعمل ستيتمنت ميمي أولك مش عم قللك لأنه حتى بالبرفورمانس كانت لابسة فستان وبوتي وبوتيز كله ملون يعني ما بعرف بس أنا أكيد لقالي ناي بس بركي هي عندها فكرة براسة أنا ما فهمت ممكن بس بردو ناي شفنا أصلا على الراونوي تبع دولش انجبانا دولش انجبانا ونفسه منسو ادريتوريال ناي بس هون السؤال هل هاللوكس دي بقوا لهيك افنس ليك ايه يعني بالآخر إذا ما رح يلبسون هل رد كاربت أين بدون يلبسون أنا يمكن شوي أختلف معاكم أحس انه هذا اللوك يمكن يكون مناسب لآه مناسبة ثانية يعني مثلا ادريتوريال أو حتى على الرنوي بس انه نشوفه على الراد كاربت يمكن عشان كذا الناس ما حبوه ترجمة نانسي قنقر